الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين أما بعد أحبابنا الكرام أخبرناكم في الحلقة الماضية أن أول من دخل في دين الإسلام من النساء خديجة ومن الرجال أبو بكر ومن الصبيان علي ومن الموالي زيد بن حارفة واليوم نكمل كلامنا إن شاء الله تعالى عن السابقين الأولين ومن السابقين الأولين أيضا عثمان بن عفان الذي هاجر الهجرتين وكان يلقب بذنورين لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أولا رقية فلما توفيت تزوج بأم كلثوم قتل شهيدا بداره يوم الجمعة سنة خمس وثلاثين عن نيف وثمانين سنة وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين للإسلام الزبير بن العوام القراشي حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية بنت عبد المطلب وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم وعمره خمس عشرة سنة وهاجر الهجرتين وهو أول من شهر سيفا في سبيل الله عذبه عمه بالدخان ليترك الإسلام فلم يفعل ومن السابقين الأولين أيضا عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة شهد المشاهد كلها وطلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أيضا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض وسماه طلحة الخير وطلحة الفياض وطلحة الجود وهو من الأعلام الشامخين والشجعان المشهورين وأبلى يوم أحد بلاء عظيما وكان الصديق رضي الله عنه إذا ذكر معركة أحد قال ذلك اليوم كله كان لطلحة وقى المصطفى بمهجته وشلت يده بسببه قتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين وهو ابن أربع وسبعين سنة رماه مروان ابن الحكم بسهم قطع رجله فنزف حتى مات رحمه الله ومن السابقين الأولين أيضا سعد بن أبي وقاص أسلم وهو ابن تسع عشرة سنة وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم بعد أربعة أو ستة وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله هاجر إلى المدينة قبل المصطفى عليه الصلاة والسلام وشهد المشاهد كلها وكان رضي الله عنه مجاب الدعوة مات بالعقيق فحمل إلى المدينة فدفن بالبقيع سنة خمس وخمسين عن بضع وسبعين سنة وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا ومن السابقين الأولين أيضا عثمان بن مضعون الجماحي أسلم بعد ثلاثة عشر شخصا وهاجر الهجرتين وقبله المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد موته ودموعه صلى الله عليه وسلم تجري على خده وقال يوم ماتت ابنته رقية الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون ومن السابقين الأولين أيضا أبو عبيدة عامر ابن الجراح الفهري القراشي أمين هذه الأمة وأحد العشرة المبشرين بالجنة أيضا شهد بدرا وما بعد بدر وأثنى عليه المصطفى في الأمانة في غير ما حديث نبوي وكان رضي الله عنه شديدا في الإسلام بحيث قتل أباه كافرا غضبا لله ورسوله وثبت مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحد ومات في الشام سنة ثمان عشرة ومن السابقين الأولين الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي أسلم سابع سبعة أو بعد عشرة أشخاص وأبو سلامة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي أسلم بعد عشرة أشخاص وهو أول من هاجر إلى الحبشة وهو أخ المصطفى من الرضاع وهو المكرم عنده وخالد بن سعيد أسلم بعد هؤلاء وقيل بل قبلهم فقيل ثالثا وقيل رابعا هاجر إلى الحبشة وقدم على المصطفى صلى الله عليه وسلم في حنين وبعثه على صدقات اليمن فمات المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو باليمن وسعيد بن زيد بن عم عمر بن الخطاب وكان إسلامه قبل إسلام عمر شهد المشاهد كلها إلا بدرا وكانت أخته عاتكة تحت عمر وأخت عمر تحته وكان مجاب الدعوة مات بالمدينة المنورة سنة 51 وقيل بالعقيق عن بضع وسبعين سنة وفاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب أسلمت مع زوجها سعيد بن زيد وعبد الله مع أخيه قدامه وهما ابنان لمضعون الجماحي وحطاب وهو ابن الحارث الجماحي وهاجر إلى الحبشة وأسماء بنت الصديق زوجة الزبير وأم ولده عبد الله وتسمى ذات النطاقين أسلمت بمكة وتزوجها الزبير ثم طلقها وبقيت عند ابنها إلى أن قتل وماتت بعده بقليل وكانت من أعبر الناس للرؤيا وفاطمة بنت المجلل القراشي أسلمت قديما وهاجرت إلى الحدشة مع زوجها حاطب وفكيهة بنت يسار زوجة لحطاب أخي حاطب وعبيدة ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف أسلم قديما قبل دخول المصطفى دار الأرقم وخباب ابن الأرث بدري سبي في الجاهلية فاشترته امرأة خزاعية فأعتقته وهو من السابقين الأولين المعذبين في دين الله مات سنة سبع وثلاثين وسليط وهو ابن عمر بن عبد شمس القراشي العامري هاجر الهجرتين وشهد جميع المشاهد وابن حذافة واسمه خنيس القراشي السهمي تزوج حفصة بنت عمر قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو بدري قديم وابن ربيعة واسمه مسعود من بني عبد العزة أسلم قبل دخول دار الأرقم وشهد بدرا ومعمر ابن الحارث الجمحي أخ حاطب وحطاب شهد بدرا وكل مشهد فهذا معدود من السابقين الأولين أيضا وعبد الله وأبو أحمد ابن جحش بن رياب أسلما قديما وهاجر الهجرتين إلى الحبشة وشبيه المصطفى في الخلق والخلق جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال له المصطفى عليه الصلاة والسلام أشبهت خلقي وخلقي أسلم وهاجر إلى الحبشة وقدم في فتح خيبر فلاقاه المصطفى عليه الصلاة والسلام وقام واعتنقه ورآه المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة يطير بجناحين وأسماء بنت عميس الخفعمية زوجة عامر أسلمت وهاجرت معه إلى الحبشة وولدت له بها محمدا وغيره وتزوجها بعد ذلك أبو بكر الصديق ثم تزوجها بعد أبي بكر علي بن أبي طالب وعامر حليف آل الخطاب وهو ابن ربيعة العنزية مات سنة ثلاث وثلاثين وقد شهد بدرا وغيرها من المشاهد وعياش يعني ابن أبي ربيعة المخزومي وزوجه أسماء المنسوبة إلى والدها سلامة هاجرت مع زوجها إلى الحبشة ومن السابقين الأولين أيضا نعيم ابن عبد الله العدوي أسلم قبل عمر وكتم إسلامه ومنعه قومه لشرفه فيهم من الهجرة لكونه كان يمون أرامل بن عدي وأيتامهم وحاطب وهو ابن عمر بن عبد شمس بن عبدود القراشي العامري أخ صليط هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها والسائب ابن عثمان بن مضعون شهد بدرا وجميع المشاهد ورملة بنت أبي عوف زوجة المطلب أسلمت وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة وأمينة بنت خلف بن أسعد الخزاعية وهي زوجة خالد بن سعيد ومن السابقين للإسلام أيضا عمار بن ياسر رضي الله عنه هاجر الهجرتين وصل إلى القبلتين وشهد كل مشهد وقتل في وقعة صفين وهو ابن أربع وستين سنة وابن فهيرة واسمه عامر مولى أبي بكر عبد أسود اشتراه من الطفيل فأسلم فأعتقه وهو رفيق المصطفى عليه الصلاة والسلام والصديق رضي الله عنه في الهجرة وشهد بدرا وأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس القراشي من فضلاء الصحابة وأشرافهم صلى إلى القبلتين وهاجر الهجرتين مع امرأته سهلة فولدت له بالحبشة محمدا وشهد كل مشهد وقتل يوم اليمامة وصهيب ابن سنان الكعبي ويعرف بصهيب الرومي رضي الله عنه لأنه أخذ لسان الروم حين سبوه وهو طفل أسلم هو وعمار ابن ياسر في يوم واحد والمصطفى في دار الأرقم بعد نحو أربعين رجلا وجندب وهو أبو ذر الغفاري كان رأسا في العلم والزهد صدوق اللهجة طيب السيرة والسريرة أسلم رابع أربعة من تابعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين أيضا أونيس وكان أخا لأبي ذر قد أسلم بعد أخيه ثم بعد ذلك أسلمت أمهما رملة بنت الوقيعة الغفارية ووافد ابن عبد الله ابن عبد مناف حليف الخطاب ابن نفيل أسلم قبل دار الأرقم وشهد بدرا وما بعدها مات في خلافة الفاروق رضي الله عنه وإياس وأخوه عاقل وأخوهما خالد وأخوهم عامر أسلموا في دار الأرقم وشهدوا كل المشاهد قتل خالد يوم الرجيع وعامر يوم اليمامة وعاقل يوم بدر رحمهم الله وعمير ابن أبي وقاس قتل ببدر وعمره ست عشرة سنة وفاطمة أم علي ابن أبي طالب هاجرت إلى المدينة وبها ماتت في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبنت عامر العامرية واسمها ضباعة أسلمت بمكة رضي الله عنهم أجمعين وصدق الله العظيم الذي قال في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنها هؤلاء يا أحبابنا نصروا الدين ورفعوا علم الإيمان ونشروا الخير في البلاد ودافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المواقف الشديدة فكانوا نعم الصحابة ثم لما علم مشركوا مكة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يؤذونه ويؤذون أصحابه وكان ممن عاداه وآذاه أبو جهل عمر بن هشام الملعون وعمه أبو لهب الملعون واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب وامرأته الملعونة أم جميل بنت حرب وكانت تحت طب الشوك فتلقيه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي في الحديث أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفة فاجتمعت إليه قريش فقالوا ما لك فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقوني قالوا بلى فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال أبو لهب تبا لك ألهذا دعوتنا فأنزل الله قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب فلما سمعت زوجة أبي لهب وهي العوراء أخت أبي سفيان ابن حرب هذه السورة أتت أبا بكر وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وبيدها حجر ملء الكف فقالت بلغني أن صاحبك هجاني ولا أفعلن به وأفعلن وأعمى الله بصرها عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لها أبو بكر هل ترين معي أحدا فقالت أتهزأ بي لا أرى غيرك وصارت تذم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت أبو بكر ومضت هي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أحجبتني عنها ملائكة فما رأتني وكفان الله شرها وروا الحاكم في المستدرك أنه كان لهب ابن أبي لهب الملعون يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلط عليه كلبك فخرج في قافلة يريد الشام فنزل منزلا فقال إني أخاف دعوة محمد قالوا له كلا فحطوا أمتاعهم حوله وقعدوا يحرسونه فجاء سبع فانتزعه من بينهم فذهب به أما أبو لهب الملعون فقد مات بعد وقعة بدر ولم يحضرها بل أرسل عنه بديلا فلما بلغه ما جرى لقريش ما تغمى ما أغنى عنه ماله وما كسب أي ما دفع عنه عذاب الله ما جمع من المال ولا ما كسب من الجاه سيصلى نارا ذات لهب أي ذات تلهب واشتعال وامرأته حمالة الحطب وقد تقدم أنها الملعونة أم جميل العوراء بنت حرب أخت أبي سفيان ابن حرب والد معاوية كانت تنم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المشركين فتحرش فتوقد بينهم العداوة فكنا عن ذلك بحملها الحطب في جيدها حبل من مسد أي يوم القيامة يكون في عنقها حبل من مسد أي سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعا سميت مسدا لأنها ممسودة أي مفتولة أجمع كفار قريش على عداوته صلى الله عليه وسلم وآذوه أذى كثيرة إلا من عصم الله منهم بالإسلام وقليل ما هم وحدب أي عطف عليه عمه أبو طالب وقام دونه وحماه فمضى صلى الله عليه وسلم على أمر الله لا يرده شيء فمشت أشراف قريش إلى أبي طالب من أجل أنهم يساءون أي يحصل لهم السوء من ابن أخيه فقالوا إنه يسبنا ويسب ديننا ويضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه وتكرر قولهم له في ذلك في مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة وهو يردهم ردا جميلا ويقول لهم قولا رفيقا ويذب عنه صلى الله عليه وسلم ويقوي أمره ويشد أزره ويعضده فلما كان في آخر المرات تمشوا إلى أبي طالب وقالوا له إن لك سنا وشرفا فينا وإنا استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهى وإنا لا نصبر على شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا وقالوا له إما أن تكفه أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين فعظم على أبي طالب عداوة قومه وفراقهم ومحاربتهم ولم تطب نفسه بتسليم المصطفى عليه الصلاة والسلام إليهم فكلمه أبو طالب في ذلك فظن صلى الله عليه وسلم أنه بدى له وأنه خاذى له فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه ثم بكى صلى الله عليه وسلم وولى فناداه عمه يا ابن أخي قل ما أحببت فلا أسلمك أبدا فلما رأت قريش أن أبا طالب أبا خذلانه جاءوا وقالوا له هذا عمارة ابن الوليد ابن المغيرة أنهد فتى في قريش وأجملهم وأعطنا ابن أخيك محمدا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفها أحلامهم وعاب آلهتهم فنقتله وخذ عمارة بدله فاتخذه ولدا لك عقله وبصره فقال أبو طالب بئس ما تسومونني به أكفل لكم ولدكم وأسلم لكم ابني لتقتلوه هذا لا يكون أبدا فقال المطعم ابن عدي يا أبا طالب قد أنصفك قومك وجاهد على التخلص مما تكرهه قال ما أنصفتموني لكنك أجمعت على خذلاني ومظاهرة القوم علي ففعل ما بد لك ثم تذامروا على من في القبائل منهم ممن أسلم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يفتنونهم عن دينهم ويعذبونهم فضرب أبو بكر ضربا شديدا حتى ما يعرف أنفه من وجهه وحمل إلى منزله رضي الله عنه في ثوب فأقام برهة لا يتكلم ولا يتحرك حتى ظنوا موته وفعل بغيره الأفاعيل كما يأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله يجهر بكلمة التوحيد ويدعو إلى الإسلام العظيم الخاصة والعامة فكان يطوف على الناس في منازلهم وفي المنازلهم جامع والمحافل ويقول إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشرك به شيئا قولوا لا إله إلا الله ووراءه عمه الملعون أبو لهب يكذبه ويقول هذا يأمركم أن تتركوا دينكم ودين آبائكم فلا تفعلوا ثم إن الوليد ابن المغيرة اجتمعت إليه قريش وقد حضر الموسم فقال يا معشر قريش إن وفود العرب ستقدم عليكم فأجمعوا في صاحبكم رأيا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا فقالوا أنت فقل قال بل أنتم فقولوا أسمع قالوا نقول كاهن قال والله ما هو بكاهن قد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه قالوا مجنون قال ما هو بمجنون رأينا الجنون وعرفناه فما هو بموسوس قالوا شاعر قال ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه قالوا ساحر قال ما هو بساحر قد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنففه ولا عقديه قالوا فما نقول قال والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لغضق وإن فرعه لجناه وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا أعرف أنه باطل وأقرب ما يقال أن تقول ساحر يفرق بين المرء وأبيه وأخيه وزوجته فاحذروا سحره وميلوا واعدلوا عنه فتفرقوا على ذلك وجعلوا يقعدون بالسبل زمن الموسم يحذرون منه صلى الله عليه وسلم كل وافد وقادم فكل من مر بهم وصفوه له وحذروه منه فافترق الناس بخبره وصدرت العرب من ذلك الموسم يتحدثون في شأنه فشاع أمره صلى الله عليه وسلم وسار أي انتشر في الآفاق ذكره قال بعض أهل السير والتاريخ جاء من نصارى النجران عشرون رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه بالمسجد فقعدوا إليه وكلموه وسألوه عن أشياء فدعاهم إلى الله وتلى عليهم القرآن ففاضت أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق واستجابوا له وأسلموا لما علموا بصدقه وعرفوه بوصفه في كتبهم وكان رجال من قريش حول الكعبة ينظرون فجاء أبو جهل الملعون فسب الوفد وقال خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم لتأتوهم بخبر الرجل فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وأفحش أبو جهل الملعون القول لهم بالسبب بغير سبب موجب لذلك فأعرضوا عنه وكان قولهم له سلام عليكم لا نجاهلكم ليس لنا مع من هو جاهل كلام وفيهم نزل قوله تعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ثم أتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ضماد ابن ثعلبة وهو الأزدي لا السعدي نسبة إلى الأزدي واسمه دار ابن الغوث وكان هذا ضماد صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يطبب ويرقي ويطلب العلم فقدم مكة ليستبين أمره عليه الصلاة والسلام بالنقد وذلك أنه سمع من سفهاء مكة يقولون محمد مجنون فقال لو لقيته لعل أن يشفيه الله على يدي فلقيه فقال يا محمد أرقيك لعل الله يشفيك فما هو إلا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام خطب فقال الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل لها ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله أما بعد فقال أعد فأعادها صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأسلم للوقت بصدق وإخلاص وذهب إلى قومه نقف هنا إن شاء الله ونتابع معكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى فتابعونا وأكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد الإمام والله أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين